بس الشيشة طفاح اللي حضرتك بتشربها دي بتسد الشعب الهوائية وبتضمر أنسجة الرقة وبتضمر خلايا المخ لحد ما يحصل لك فشل تام في الجهاز التنفسي يعني حضرتك لو بتشرب حجر طفاح كل يوم في مدة من 6 إلى 8 شهور يقام ما يحصل لك شلال تام يقام ما وفاء حلو قوي الكلام لانت بتقول ده دكتور بس زي ما انت قلت حجر طفاح إنما دي شيشة معسل لأ المعسل ما فوش شلال تام وفاء على طول شيل الشيشة يا محمود مالقشة بيها دكتور كوباية لابن دافي وعليه معلقة عسل حات اللي قالك عليه شوف يا دكتور بيرم أنا مرضيتش أقبض عليك وعملت حساب للعيش والمالح اللي بيننا أولاً إحنا ما فيش بيننا أي عيش والمالح لإن دي تلت مرة أنا أشوفك فيها في حياتي ثانياً حضرتك عايز تقبض عليها بتهمة إيه مش حضرتك الصبح حاولت تتل نفسك هل أنا مودت نفسي؟ لأ بس حضرتك كنت بتحاول هل أنا مودت نفسي؟ بس حضرتك كنت تتلت هل أنا مودت نفسي؟ لأ أما لا عايز تقبض عليها بتهمة إيه؟ إنت حتحاسبني عنيه؟ دكتور بيرم فين الرجل العنابي؟ متهال أنا أفطر واحد عايز يعرف ما كان الرجل العنابي عشان أشكره على اللي عمله معاه عشان كده أنا اللي المفروض أسألك سيادة النقيب فين الرجل العنابي؟ فين الرجل العنابي؟ معرفش حضرتك عارف إن وزارة الداخلية كلها مقلوب عشان تقبض على الرجل العنابي؟ تقبض على الرجل العنابي بتهمة إيه؟ هم؟ تقبض على الرجل العنابي بتهمة إيه؟ عشان كان طاير من غير تصريح بيطير من غير إيه؟ سواني سواني الو ايه يا فروبي دلوقتي انا اقعد مع الاسمه بيرم ده دكتور بيرم قاعد مع الدكتور بيرم ده بسأله الاسئلة اللي احنا متفقين عليها بيرد علي باسئلة انقح منها انتو بتحرجونها مع الناس ليه حاضرة فن حاضرة محاولة اخيرة كده ماشي حاضرة فن تفضل فن تفضل تفضل فن دكتور بيرم انا باسم وزارة الداخلية بعتذر لحضرتك عن الموقف اللي احنا فيه ده وبطمن حضرتك ان الوزارة هي اللي هتحاسب على المشاريع كلها بس حاجة بيني وبينك كده لتيسير انت لو اعترفت دلوقتي انا هقف جنبك وهساعدك وهعتبرك شاهد ملك في القضية قضية ايه؟ يا اخي بقى بطل اسئلة بقى هاتي يا ابني حجر معسل وحجر تفاح ممكن اراوح؟ تقدر تراوح اتناي الغور اعزائي المشاهدين اعزائي المشاهدات وحجتوني وحجتوني قوي مع اني لسه سايبكم من ساعتين بس والله وحجتوني اسمحوا لي اراحق بكم في اول حلقة من برنامجكم الجديد طبق الفيل والنهاردة هنتعلم سوا طريقة عمل الفراخ المقلية بخلطة الفيل السرية واحدة من نقعة تستاني هي فين خلطة الفيل دي؟ اقول لها هتشوفيها ازاي؟ سرية؟ اقول لها ايه اسنتبه هي؟ انا مش فاهم انت متداقل ايه؟ بالاخر كده عام بختل لصحب الراجل يابني بطلت الليل كلامه وتكلم زي الرجالة فيه ايه؟ عصيتك وعالدغري كده انت تكلمت عليها وحش في التلفزيون انا ماتكلمتش عليك وحش في التلفزيون انا تكلمت عن الرجل العنابي بقى السلاة طب ما انا الرجل العنابي لأ احنا احنا الرجل العنابي وبعد ايه قولت ايه يعني؟ قولت عليها مسطح سطحي يا اصدك؟ ايه ايه هو ايه السطح دي طب ودي في ايه؟ انت ساكن فينه عصفوق انا استكن من فوق الزطح تبقى صادحة ولا مش صادحة? صح. فدي عندك حق ابقى صادحة. بس اتعال هنا بقى. ايه بقى مدور رجل النبي بالريموت? طب ودي فيها ايه? داير بالريموت يعني ما عنديش شخصية. مين بقى اللي قال لك الكلام ده? اهم واغلى الاختراعات شغالة بالريموت. التلفزيونات دايرة بايه? بالريموت. التاكيفات دايرة بايه? بالريموت. يبقى ايه? حتى الريسيبر المعفف بتاع ود كوباية العواجي شغال بالريموت. طيب. يبقى التلفزيونات والتاكيفات والريسيفر بتاع كوباية مع عندهم شخصية? لا يا عمد غلطناشي العفو انا ما قلتش كده. ماردك يعني. طيب بس يعني التباق ما كانتش واصلة. طيب. وبعدين ما انا قلت عليك برضو النكراجل وابنبلد وحاجات حلوة كتير. وبعدين يا عصفور انا قلت قبل كده انا ايه حاجة بعملها تبقى ايه? مصلحت. ولو مفهمتاش دلوقتي هتفهمها ايه? مصلحت. ولو مفهمتاش دلوقتي هتفهمها هو حافظ يا عمي. الحلقة اللي انت عملتها في تلف التلفزيون دي. صياتتني جامد قوي وطلعت من وراها بمصلحة جامد. مصلحة ايه? بس البيت سلمة فكرت ان انا العبكاري اللي ورا رجل العنابي. فبدأت يعني ايه? انت برضو خرقت معاها. اه. انا كلامي ما بتسميهش ليا يا صفور. ايه بس انا قلت لها. اكيد قلت لها حاجة عننا. لا يا عمي ايه. عبوا ربنا. انا بس قلت لها انا ان هو صاحبي وحبيبي الرجل العنابي. كده وهي طلبت يعني تعمل معاه صاحبات صاحبات. وهي اللي حيخليها تطلب لو كنت قلت حاجة عننا. قلت لها يا عصفور انت. قلت لها والله بس ان انا صاحبه وحبيبه. ويعني تصييفة خفيفة كده. وليه تقول وليه تقول. عصفور البت ان انت متخرجش معاه تاني. وكلامه يتسمع بعد كده. يا دكتور دي ربنا ما صدقت اتعبرني. ابوس ايه ده. ما هي ما عبرتكش انت هي عايزة الرجل العنابي. ماشي ام اتعبرني عشان اللي اتعبرني عشانه باسمه انها اعبرتني في الاخرى دكتور. ماشي عصفور. تعالى يلا رميه في اي حتة وبكرة تعدي عليها عشر الصبح عشان حروح استبتاية. ماش مانا استبتاية يا عم. انت مش عايز تبتدي شغل. حانا ابتدي شغل. لو ربنا. صباح الخير يا عمي. صباح النور. انا هنا سيادة الليوة. عمي دي تقولها في البيت. واريت ما تقولهاش في البيت حتى. ولو مش هقولك يا عمي في البيت هقولها حراك ايه في البيت بقى. يا ريت ما شوفكش في البيت من اصله. ماشي يا سيادة الليوة. اتفقد يا فنم. ايه ده? ده يا فنم تقرير مفصل عن بيرام هاشم ايوب. واضح ان الولد ما يعرفش حاجة. بسم الله عليك انت اللي تعرف كل حاجة. وفي خبر تاني كده يا فنم احتمال يدهي حضرتك شوية. خبر ايه? قول ما توقعش قلبي. عايز حضرتك تمديلي عالطلب ده يا فنم. ايه ده? ده يا فنم طلب اجازة. يا خبر ابيض. ارجوك. اصلا انا يا فنم بفكر اخد دينا ونظام كده ونطلع كام يوم يعني نهضي كام يوم كده. يا سلام. كان فين القرار العظيم ده من زمان. رب رب رأيه. تروح وتيجي بألف سلامة. رب رأيه. وحتاخد كام يوم. يعني اسبوع كده ان شاء الله. لا اسبوع ايه مد مد. لا يا فنم اصلا يعني اجازة بده مرتب. لا مرتب ايه. خدها على حسابي. خدها على حسابي. ليش يا فنم حضارك طب يتسلم عليها يا فنم ده اجازة يسا يا من بكرة. لا من بكرة. احنا لسا هنستنى يا ابني خيره البر عاجله. يا فنم بس عشان اقعد بس اقفل قضية العنابي وبعدين اصابي. ما تقلقش عليها انا هقفلك قضية العنابي. مع السلامة انت بقى مع السلامة. هتوحشنة مع السلامة. اف امه ونزاحت. طب قضية الحوف يا فنم اقفلها يا سيدي انا هقفلك كل القضايا مع السلامة بقى. طيب ايه. جود لك يا فنم. جود لك بقليزه عليك. يا ساتر ابن اخويا لك ريحه تقيل. معلش يا معلم سهر احنا مش فاهمين حاجة. مش اي حاجة. زي ما هو مكتوب عندكم في الكات. احنا شركة من اي حتة لأي حتة لتوصيل الطلبات ونقل البضايع والتخلص الجمركي. ايوة ايه الجديد. من البلد كلها مليانة شركات بضايع. بتوصلين الحاجات لحد عندنا في السبتية. لا معلش يا معلم. نحن نختلف عن الاخرون. الخدمة اللي بتقدمها